استكمالا لمتابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المملكة والممولة من السعودية حيث قامت أو بحث وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم مع وفد الصندوق السعودي للتنمية الذي يزور المملكة لمدة أسبوع إجراءت تنفيذ المشاريع الممولة من الصندوق بكافة القطاعات من مباني القطاع الصحي والتقاطعات المرورية والطرق الرئيسية كالطريق الصحراوي حيث بيّن الوزير أن مشروع التقاطعات المرورية الثلاث مرج الحمام وخريبة السوق والحرية موجود في دائرة العطاءات الحكومية وتم توجيه دعوات للمقاولين السعوديين بالإتلاف مع مقاولين أردنيين مختصين في مجال جسور وفيما يخص مجال أبنية القطاع الصحي بيّن الكسبي بأنه قد باشرت الوزارة بتنفيذ أعمال مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد في إربد حيث شارفت أعمال الحفريات على الانتهاء تأتي هذه الزيارة من أشقائنا في صندوق التنمية السعودي لمتابعة المشاريع اللي بمولوها سواء كانت من خلال منحة أو سواء كانت من خلال قرض طبعا حاليا أحنا في عنا مشاريع في المملكة بحوالي 550 مليون دولار قسم جزء منها انتهى والجزء الآخر تحت التنفيذ ومن ضمنها طبعا الطريق الصحراوي واللي هو من أهم المشاريع الاستراتيجية أيضا الاهتمام كان في المشاريع الجديدة اللي رحم أولا الصندوق واللي أهم التقاطعات المرورية في كل من خريبة السوق ومرج الحمام والأرسال اجتماعات مقصصة لمناقشة المشاريع التي تمول من منحة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ونقشنا قبل قليل التقاطعات المرورية مشروع التقاطعات المرورية وسوف يعمل فيه وسوف يقوم بتنفيذ ان شاء الله اتفقنا على ان يتم تنفيذ المشروع من خلال مقاولين أردنيين وسعوديين